5.62$ كما تشاهدون وهي معلقة فبعدما أكدنا الدفع الأولى كما تشاهدون 3.10$ كما تشاهدون وتم خصم الرصيد وأصبح في الرصيد الرئيسي كما تشاهدون والآن سوف نذهب للحساب الثاني فرح نحدث الصفحة ونشوف الزقائي الكرام فكما تشاهدون أصبح في الرصيد الخاصة بين 2.52$ كما تشاهدون وأصبحت في الرصيد الخاصة بين 6.14$ بطريقة سهلة وبسيطة السلام عليكم ورحمكم ورحمكم في فيديو جيتون في الفيديو سأقدمكم الحل النهائي لمشكلة الرصيد المعلق فعندما يرسل لك صديق رصيد إلى الحساب الخاص بك سيتم تعليق هذا الرصيد وبذلك لا يمكنك الاستفادة منه فأنا اليوم أصدقائي الكرام إن شاء الله رح أقدم لكم الحل النهائي لهذه المشكلة وبذلك يمكنكم الاستفادة من هذا الرصيد ويكون في الحساب الخاص بكم بدون أي مشكل وتشتريون منه بدون أي مشكل فتمنى لا تنسوا دعمي بلايك وتشاركوا هذا المقطع في كل مكان لكي تعمل الفيدي على الجميع وإذا لم تكن مشترك صديق العزيز في الشركة بضغط على سبسكرايب أو اشتراك وفعل الجرس على الكل لكي تتوصل بكل جديد فقبل أن نبدأ في الموضوع أصدقائي الكرام أريد أن أقول لكم أنه تم تنزيل لكود جديد أو كوبون جديد للتطبيق الذي شرحت لكم يوم أمس ففي آخر الفيديو رح أقدم لكم الفيديو عندما أدخلت الكوبون ورح تجدون هذا الكوبون أسفل الفيديو في الوصف فنبدأ مباشرة على بركة الله ونشوف كيفية تحل هذه المشكلة فرح نذهب مباشرة إلى الحسابة الذي أستقبل الأموال وأوريكم المشكلة ثم رح نحل المشكلة بدون أي مشكل فلا تنسوا الدعمي بلايك ونبدأ على بركة الله فنذهب مباشرة إلى الحسابة الخاصة به فكما تشاهدون أصدقائي الكرام رح ندخل إلى البيبال لكي أوريكم أن الرصيدة معلق فننتظر قليلا فقط حتى تحمل معنا فرح أعمل البصمة هكذا أصدقائي الكرام كما تشاهدون ننتظر قليلا فقط فكما تشاهدون أصدقائي الكرام في الرصيدة الخاصة به هو نصف دولار كما تشاهدون 52 سنت والرصيدة المعلقة 5.62 دولار كما تشاهدون واليوم أصدقائي الكرام رح أقدم لكم حل مشكلة هذه الرصيدة المعلقة أتمنى أن تبخلوا علي بوضع ليك وتشاركوا هذا المقطع في كل مكان لكي تعمل الفادة عليه الجميع فلاحظوا معي أصدقائي الكرام الرصيدة المعلقة 5.62 وبعد حل المشكلة رح يتم نقص هذا الأموال ويتحولون إلى الرصيدة الرئيسي وبذلك يمكننا الاستفادة من هذا الرصيد الخرافي جدا فرح نظم مباشرة إلى الحساب المرسل الذي أرسل لنا الأموال وبعد ذلك رح أقدم لكم الشروط لكي تنجح معكم الطريقة فكما تشاهدون أصدقائي الكرام لقد دخلت إلى الحساب الذي أرسل الأموال كما تشاهدون فكما تشاهدون ننزل إلى أسفل هكذا أصدقائي الكرام ثم ندخل إلى المعاملات ننتظر قليل فقط فبعد ذلك نبحث على المعاملة الخاصة به فكما تشاهدون رح ندخل إلى المعاملة ثلاثة فاصلة ثمانية وخمسين دولار فكما تشاهدون أصدقائي الكرام هذه هي المعاملة فعندما ترسل رصيد من حساب إلى حساب ثاني رح يتم تعليقه هذا الرصيد وبذلك لا يمكن الاستفادة منه فكيفية الحل أصدقائي الكرام عليك الانتظار ثمانية واربعين ساعة فبعد ذلك رح تظهر معك هذا الخانة فعندما ترسل الأموال رح يكون هناك رسالة يقول لك انتظر ثمانية واربعين ساعة فبعد انتظار ثمانية واربعين ساعة رح تظهر معك هذا الخيار وهي تأكيد الرصيد كما تشاهدون فرح نضط عليه أصدقائي الكرام هكذا ثم رح نضط على confirm يعني تأكيد الرصيد كما تشاهدون فرح ننتظر قليلا أو كما تشاهدون هنا يقول لنا شكرا جزيلا لك على تأكيد هذه المعاملة فالآن أصدقائي الكرام رح نذهب إلى الرصيد الخاصة بنا ونشوف هل تم فك الحذر أم لا فرح ندخل إلى الرصيد الخاصة بنا إلى البيبال ونرى هل تم حل المشكلة أم لا فرح نحدث الصفحة ونشوف أصدقائي الكرام فبعدما أكدنا الدفع الأولى كما تشاهدون تشكلة الرصيد المعلق ورح يتم تحويله آآ من رصيد معلق إلى الرصيد الرئيسي ويمكنك الآن الاستفادة منهم بدون أي مشاكل كما تشاهدون آآ فلاحظوا معي أصدقائي الكرام اثنين فاصل اثنين وخمسين دولار آآ والآن سوف يتحول إلى هذا الرصيد الرئيسي ورح يتم زيادة الرصيد إلى ستة دولار تقريبا كما تشاهدون فرح نذهب مباشرة إلى الحساب الثاني الذي أرسل للأموال أعود إليكم سريع فكما تشاهدون أصدقائي الكرام نحن الآن من داخل حساب الذي أرسل لنا الأموال والآن سوف ننزل الأسفل ثم رح نذهب إلى المعاملة كما تشاهدون رح نظلت على المعاملة ندخل إليها فننتظر قليل أصدقائي الكرام كما تشاهدون فبعد ذلك ننزل الاسفل وكما تشاهدون تأكيد الدفع يوجد كما تشاهدون ولو لم تمر 48 ساعة رح نجد كتابة او جملة كبيرة تقول لنا يجب عليك ان تنتظر 48 ساعة فبعد مرود 48 ساعة رح تتم ظهور هذه الخانة لتأكيد الرصيد فرح نضغط على كونفرمي السقاء الكرام نضغط على كونفرمي ثم كونفرمي مرة اخرى هكذا ونؤكد الحساب الخاصة بنا بدون اي مشكل او الرصيد عفوا فكما تشاهدون يقول لنا شكرا لتأكيدك الرصيد فرح ننذهب بشرط الى الحساب الخاصة بنا الرئيسي ونشوف هل تم فك الحذر ام لا او تم او تم فك الرصيد ام لا فرح نحدث الصفحة ونشوف ازدقائي الكرام فكما تشاهدون اصبح في الرصيد الخاصة بنا اثنين فاصل اثنين وخمسين دولار كما تشاهدون واصبحت في الرصيد الخاصة بنا ستة اه فاصل اربة عشرة دولار بطريقة سهلة وبسيطة اه فكما رأيتم لقد لقد قدمت لكم الحل النهائي لهذه المشكلة الخرافية جدا كما تشاهدون اما الان راح اقدم لكم فيديو اسطوري اه لكوبون جديد للتطبيق الذي شرحت لكم يوم امس فبعد ذلك راح اقدم لكم ملاحظة مهمة مهمة جدا فلا تنسوا دعمي بلايك وتشاهدوا الفيديو للنهاية وتشاركوا هذا الفيديو مع الناس لكي تستفيد بارك الله فيكم واترككم الان مع الفيديو فبعض ما قدمت لكم الحل النهائي لهذه المشكلة هذه المشكلة اه الرصيدة المعلق وقدمت لكم الكوبون الجديد اه والكوبون القديم ما زال شغال وهو شغال لمدة ثلاثة ايام يعني اه ما زال يوم فقط اصدقائي الكرام فسرعوا لكتابة هذه الكوبونات وكسب النقاط اه المهم الملاحظة المهمة جدا اه قبل السحبة صديق العزيز يجب عليك ان تكون منفذ عرض اه وحيد اه على الاقل في هذه الخانة كما قلت لكم في الاوفير يجب عليك ان تكون منفذين عرض فقط وراح يدفع لكم التطبيق يوم الاثنين ويوم الاربع كما قلت لكم وبذلك رح تصلكم استحب بدون اي مشاكل واذا لم تكن منفذ العرض ولا قد سحب اه فلالاسف صديق العزيز رح يتم ارجع لك النقاط ويقول لك يجب عليك ان تنفذ عرض فرح تجدون عروض كثيرة في الوصف كيفية تنفيذ العروض بطريقة سهلة وبسيطة فبالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة